بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين مشاهدينا كرام مشاهدي قناة كربلاء الفضائي أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله معنا من جديد وبرنامج سيرة ومسيرة ابتداء عظم الله جورنا وأجوركم بذكرى وفاة السيدة زينب الكبرى صلى الله عليه وسلم عليها رزقنا الله وإياكم زيارتها في الدنيا وشفاعتها في الآخرة وهذه الحلقة بمحاورها ستكون حول حياة السيدة زينب سلام الله عليها مع ضيف البرنامج سمح الشيخ مصطفى الشير علي حياكم سمح الشيخ عظم الله أجوركم حياكم الله وعظم الله أجوركم حياكم الله سمح شيخ لا وبأسا نبدأ بشخصية سيدة زينب ببطاقة تعريفية بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد السيدة زينب بنت الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه وابنت السيدة فاطمة الزهران سلام الله عليها ولدت في عهد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله في السنة الخامسة للهجرة وفي عمر الخمس سنوات سلام الله عليها أصابها اليتم يتم الأم كما كانت أمها الزهران سلام الله عليها قد تيتمت كذلك بوفاة أمها السيدة خديجة أيضا بعمر الخامسة مع هذا العمر الصغير سلام الله عليها روت لنا من الأحاديث بهذه الفترة بمخصوص هذه الفترة بعض الأحداث التي جرت على أمها الزهران سلام الله عليها وبالخصوص مثلا ما نقلت حول حديث أم أيمن المعروف بهذا الحديث الذي يخبر عما يقع في كربلا ومن أحداث شهادة الإمام أبي عبد الله الحسين وهي التي سألت أمير المؤمنين مرة أخرى لتأكيد الخبر في ليلة شهادته أبا أخبرني بحديث أم أيمن قال الحديث كما حدثتك أم أيمن كأني بك وبنساء أهل بيتك سبايا في هذا البلد إضافة إلى روايتها للخطبة الفدكية المعروفة بالخطبة الفدكية للسيدة الزهراء سلام الله عليها الخطبة التي ألقتها الزهراء بأبي وأمي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله يرويها عبد الله بن الحسن المحض عن أمه فاطمة بنت الحسين عن عمتها زينب الكبرى سلام الله عليها لعله السامع قد يتفاجأ أنه كيف للسيدة زينب وهي بهذا العمر الصغير في سن الخامسة أن تروي لنا هذه الأحاديث بهذا الشكل يزول العجب والغرابة حينما نسمع كلام الإمام زين العابدين سلام الله عليه بحق عمته زينب عما أنت عالمة غير معلمة وفهمة غير مفهمة طيب سبع الشيخ هذه القضية قضية النبوغ والذكاء والفطنة وقوة الشخصية إضافة إلى باقي الأمور هل هي مرتبطة بقضية الوراثة البيئة الأجواء الخاصة بتربية الإنسان وأنتم بدأتم بكلام طيب قلتم أنها نشأت في زمن النبي صلى الله عليه وآله إذن عاصرت أعظم شخصيات الإسلام بل البشرية جمعا النبي الأكرم أمير المؤمنين الزهراء والحسن والحسين وهذه الأجواء الخاصة الملائكية كيف تؤثر هذه القضية في بناء شخصية الإنسان بناء شخصية السيدة زينب عليه السلام هل بنيت فقط من الأجواء قضية الوراثة أيضا لها دور أحسنتم بالنسبة إلى قضية الوراثة لا نحن لا نقول فقط هناك دور وراثي وبيئة محيطة لا هناك أمر آخر أمر غيبي أمر غيبي يعني هناك أناس طفاهم الله سبحانه وتعالى يعني مثلا لما نتحدث عن الأنوار أنوار أهل البيت سلام الله عليهم النبي الأعظم صلى الله عليه وآله سيدهم وأمير المؤمنين سلام الله عليه وآله والسيدة الزهراء ذول الناس انتجبهم الله سبحانه وتعالى وهناك دائرة ومحيط أيضا ببعض الشخصيات المحيطة بأهل البيت سلام الله عليهم كان لهم كرامة عند الله سبحانه وتعالى مثلا أبو طالب سلام الله عليهم أبو طالب نورة بعد أنوار أهل البيت سلام الله عليهم في يوم القيامة ويعني مثلا أستاذنا العزيز لما يتعجب بعض الناس مثلا أنه يجي يسأل واحد الإمام الجوات سلام الله عليه أنه أنت كيف تعلم الغيب يعني أخبره بموته بفلان ساعة بفلان قضية كذا أخبره بأمور غيبية فقال له وتعلم الغيب يعني هذا الرجل كان متفاجئ أنه أنت تعلم الغيب للإمام سلام الله عليه قال له إذا كان تروون أنتو أن رشيد الهجري يعلم بعلم المنايا والبلايا يعني هذا الأمر صعب علي مثلا وهذا واحد من أصحابهم نعم كثير من الأصحاب أصحاب أهل البيت أصحاب رسول الله كان لهم الكرامات الكبرى فكيف بسيدة بهذه المكانة وهي السيدة زينب سلام الله عليها إضافة إلى ذلك فلنقول أنه المحيط والبيئة نعم الآن إذا نخلي صبي من الصبيان مثلا الطفل نخليه في بيئة راقية من حيث التعليم من حيث الأخلاق من حيث التوجين هذه إلها إضافتها وإلها شأنها بحيث أنه هذا ينشأ متطبع بطباع معينة بعكس طفل آخر يوضع في بيئة أخرى مو مثل هذه البيئة دون هذه البيئة بالمقام من حيث المال من حيث العلم من حيث الاجتماعيات راح ينشأ وفق هذه البيئة طيب إحنا لما نتحدث عن أفضل من خلق الله سبحانه وتعالى وهم محمد والمحمد سلام الله عليهم كيف راح تكون هذه السيدة بين هؤلاء الأنوار القدسية إذا تركنا الغيب جانبا يعني راح نلاحظ نعم هي مو قاعدة عامة جدا هناك شواذ للقواعد مثلا أنت عندك بعض أولاد الأئمة مثلا خرجوا عن الطريق صحيح مثلا عبد الله الأفطح ابن الإمام موسى ابن جعفر ابن الإمام الصادق عفونا السلام الله عليكم هذا الرجل كان ملعوم تقل للبيئة والمحيط نعم كان إلى بيئة وإلى محيط لكن أكو كان فد نكتة في قلبه مثل ابن نوه لكن الجانب الغيبي له وله الدور الأكبر في هذه المسألة نعم سمح شيخ لا يخفى علينا قضية التربية وتأثير هذه التربية على شخصية البنت نحن نتحدث عن شخصية هي أمرأة زينب سلام الله عليها لا بس أن نصلت الضوء على بيت أميرة المؤمنية هذا البيت المقدس كيف ينمي شخصية الإنسان كيف تربت هذه البنت في هذا البيت ماذا علمها الإمام صلى الله عليه نأخذ دروس وعبر من تربية سيدة زينب عليه السلام لنمضي به على مدى الدهر باعتبار أن قضية التربية لا تتعلق بأجواء معينة وبيت معين بل هي عامة لجميع الناس بالمناسبة لما تأتي إلى قضية البيئة كما ذكرتم مثلا هنا عندنا مثلا آسيا بنت مزاحن زوجة فرعو امرأة مؤمنة لكن البيئة والمحيط شنو كان خارج عن الخاطر خارج الحدود العقلائية صحيح مو فضلا عن الشرعية مثلا صحيح لكن كان هذه نبتة طاهرة في وسطها البيئة الفاسدة هذه كانت كذلك السيدة زينب سلام الله عليها نأتي بأمر أنه لا البيئة والمحيط كان يساعد وكأن الله سبحانه وتعالى أراد لهذه البنت شئنا آخر لما نأتي إلى قضية التربية والمحيط نعم نستفيد بعض الجوانب يعني مثلا من جانب التعليم أمير المؤمنين سلام الله عليه يسأل سيدة زينب كأنه جالس يحدثها وكأنها بدأت تنطق للتو فيقول بني يقولي واحد فتقولوا واحد بني يقولي اثنين فتسكت البنت هذه قضية معروفة ومشهورة فيسألها أمير المؤمنين سلام الله عليه لما لا تقولي اثنين قالت أبا أن لسانا يقول واحد يستحي أن يقول اثنين هي أشارت ببعد آخر نعم وهو البعد التوحيدي في المسألة لكن أيضا على الجانب الآخر الجانب العلمي السيدة زينب سلام الله عليه يكفي شهادة الإمام زين عابدين بحقها وفيما يأتي إن شاء الله رح نذكر بعض الشواهد حول علمها وفقاهتها سلام الله عليه لكن هناك جانب آخر وهو جانب الخلق الرفيع يعني مثلا الآن أنا وانت مثلا خلينا نقول متجاورة داري بصف دارك الآن لابد أن أسمع صوتك ولابد أن تسمع صوتي وأنا في داري وأنت في داري ولو بمقدار قليل لكن ينقل لنا جار لأمير المؤمنين سلام الله عليه ويبدو أن هذا القضية قبل زواج السيدة زينب يعني في المدينة يقول أنا جاري ملاسقة لداري ملاسقة لداري أمير المؤمنين سلام الله عليه يقولوا أعرف أن في هذا البيت الملاسق الغرفة الملاسقة يعني الغرفة في اصطلاحنا اليوم هي غرفة السيدة زينب بنت أمير المؤمنين سلام الله عليه ولكن طوال عشرين سنة لم أسمع لها صوتا ولم أرى لها شخصا واحد يقول هذا صعب تطبيق صحيح مو بالسهل مو بالسهل بالضبط لكن هو ينبيك عن حالة كانوا يعيشوها أهل البيت سلام الله عليه والسيدة زينب تتعرف يا أستاذ علي أنه مسألة أنه من يسمع الصوت لا يسمع الصوت هذه قضية طوال عشرين سنة ولا يرى لها شخصا هذه رسالة إلا في الحقيقة لا بأس أنه نحب يعني هذه مسؤولية الآباء ومسؤولية نفس البنات الله يحفظها نفس الأولاد الله يحفظهم جميعا أنه أنتم مسؤوليتكم هذه التربية إحنا مو فقط أبونا وأمنا يربينا لا أمير المؤمنين يربينا رسول الله قبل ذلك يربينا صلى الله عليه وآله وهو المعلم الأول فالسيدة زينب أيضا المعلمة بهذا الاتجاه ولذلك كان محط التعجب والذهل أنه في يوم كربلة أن يروا شخص السيدة زينب بحيث بعض النصوص تذكر أنه انشق الجيش صماطين حتى يروا السيدة زينب تخرج من هذه الخيمة إلى مصرع الحسين سلام الله عليه وكل شيء في حياة السيدة زينب هو استثنائي كل شيء استثنائي مثلا لما نأتي إلى بعد أنا أصبت بمصيبة يظهر الحزن علي صحيح وتفجع لكن لما نأتي إلى موقف يسألها ابن زياد لعنة الله عليه كيف رأيتي صنع الله بأخيكي وبقية كلام ماريدة كلمة بيس أدب من الملعون قالت ما رأيت إلا جميلة طيب نحن شوي نتوقف عن هذه الكلمة هذه بها دلالة هذه الدلالة مرة أنا أرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى صحيح الآن مثلا يموت الحسين سلام الله عليه مات بهذه الطريقة أمر الله أنا أرضى بذلك لكن أن أراه جميلة عبرت حد الرضا يعني مو حد الرضا الآن مو رضا بقضائك لا أكو حدود أعلى من حدود الرضا صارت وهذه القضية مرتبطة بشخص المتكلم أحسن إذن عبرت المستوات أي مستوى ممكن أن يتحمل هكذا قضية صحيح إلا مستوى يكون مرتبط بالجانب الغيبي الإلهي سمع شيخ هذا تسمحون نتوقف عند هذه القضية والآن انتقلنا إلى أجواء كربلاء وهذه الأجواء الخاصة بسيدة زينة بالسلام الله عليه ولها الدور الأعظم نعود بعد الفاصل ونكون إن شاء الله إن شاء الله مشاهدنا كرام فاصل قصير نتواصل معكم في هذه الحلقة برنامج سير ومسير أبقوا معنا حوراء واسمك محنة الشعراء معناك صعب يبنة الزهراء نوران فاطمة ونور المرتضى انتزج لتنزل آية الحوراء اقرأ صحيفة صبرها خط الخلود بسطرها من دمعة وضياء ستريك كم يعقوب قام بعينها يبكي الحسين بأعين بيضائي يبكي الحسين بأعين بيضائي مشاهدنا كرام حياكم الله من جديد في هذه الحلقة برنامج سيرة ومسيرة والمحاور مرتبطة بالسيدة زينب سلام الله عليها في ذكرى وفاتها حياكم الجليس مع الشيخ حسنتم حياكم الله جميع طيب الآن انتقلنا إلى أجواء كربلاء وإخراج السيدة زينب كانت قضية ملفتة للنظر من طرف الإمام الحسين عليه السلام باعتبار أن السيدة زينب كانت امرأة متزوجة في بيت زوجها أخراج السيدة زينب دائما نسمع أن هناك ارتباط بالقضية الحسينية وبالإعلام الحسيني باعتبار أن الإمام الحسين له علم بما سيحصل وكان هناك دور مناطب السيدة زينب عليه السلام لننتقل لهذا الأجواء وبعد دقائق ننتقل إلى أجواء ما بعد كربلاء وهذه أيضا مرحلة مهمة من حياة السيدة زينب في المدينة بعد عودتها إلى المدينة الآن كيف عاشت سيدة زينب في هذه الأجواء وهي زوجة وأم وكذلك أخت وفي عمر تحتاج فيه للراح لا إن التعب بسم الله الرحمن الرحيم نحن كما قلنا أنه الشخصية الاستثنائية رغم قلة النصوص لكن أكو أمور ملفتة للنظر هذه المرأة لابد أن يكون خروجها بإذن من زوجها عبد الله بن جعفر صحيح سيدة زينب تراعي في أدق التفاصيل الحدود الشرعية مواكد الحدود الشرعية فخروجها مؤكدا هو بإذن كما ذكرتم من عبد الله بن جعفر ولعله هناك ما يشير إلى أنه من ضمن اشتراطات زواجها من عبد الله أن تخرج مع الحسين سلام الله مسبقا مسبقا طبعا مما يسجل أستاذ علي أنه عبد الله بن جعفر في حياة السيدة زينب تزوج بإمرأة أخرى في حياتها في حياتها ولم يسجل لنا التاريخ أن السيدة زينب اعترضت على هذا الأمر مطلقا بل نشاهد أن صح أن يقال ابن الظرة ابن المرأة الأخرى يقتل شهيدا يستشهد مع الإمام الحسين سلام الله عليه في يوم كربلا في يوم كربلا مع عون ولد السيدة زينب سلام الله عليه فهذا التآلف هذا الجو ينبيك عن هذه الشخصية الاستثنائية الآن السيدة زينب سلام الله عليها في يوم عاشورة وخروجها من المدينة مع الإمام الحسين ثم إلى مكة وبقاءه أربعة أشهر وثلاثة عشر يوم ثم خروجه إلى العراق وكان يسأل ابن عباس أنه ليش ما أخذ الأطفال وياك ليش ما أخذ النساء يا أبا عبد الله لماذا النساء والأطفال شاء الله أن يراني قتيلا وأن يراهن سبايا تمام لكن هناك بعد آخر ماذا لو ترك الحسين نساء وأطفال في المدينة أو في مكة أو أي مكان أي مكان خارج عاشورة ماذا لو تركهم هذا السؤال جدا مهم نرجع إلى عمرو بن الحمق الخزاعي وماذا فعل به أمسك بامرأة عمرو بن الحمق ويجعلها مثل المصيدة للرجل حتى قطع عنقه أو الرأس يرفع في الإسلام فبالتالي إذا ترك الإمام الحسين نساء أطفاله في مكة أو مدينة صعب عليه يزيد أن يروح يجيب هذول النساء والأطفال ويساوم الحسين عليهم وأعز شيء عند الإنسان هو شرفه وغيرته بالتالي كان لابد من أخذ النساء والأطفال هذا من جانب وصلت السيدة زينب سلام الله عليها ما سجل من مواقف عن السيدة زينب قد يشير البعض إلى أنه مثلا أنها ما خرجت من الخيمة هناك من يقول ذلك لكن نحن نقول لا أنها خرجت من الخيمة إلى جسد الحسين سلام الله وكانت هي المواسي للحسين سلام الله عليه طوال هذه الفترة هل ساعات من شهادة الأصحاب والآل كانت هي التي تصبر الإمام سلام الله عليه وكان إلها دور المواساة يعني تعرف أنه المرأة في حالة المصيبة ممكن أن تجعل الرجل يتراجع لكن هي كانت مع الحسين وبقية النساء بمثابة الداعم للحسين سلام الله عليه وهذه الدلالة لقوة شخصية هذه المرأة إلى أن صار قضية الشهادة وسجل لها موقف عظيم أنها أتت إلى ذلك الجسد الطاهر ورفعت من ظهر أبي عبد الله من ناحية الصدر رفعت الجسد الشريف قليلا اللهم إن كان هذا يوضيك فاخذ حداد الله ثم تبدأ المصيبة الآن أكفت التفاتة مهمة أستاذ علي تبدأ المصيبة والدور الأهم للسيدة زينة الدور الأهم الآن تصور الحال أن السيدة زينب الحسين قتل رفع رأسه على الرمح بدأ القوم بالهجوم على الخيام الإحراق الخيام بدأ الآن وتأتي إلى الإمام زين العابدين أخطر مرحلة تتمر بها أنت الآن معرض حياتك إلى الخطر فتسأل الإمام ماذا نفعل يا ابن أخي يعني إذا تسأل الإمام عن تكليف الشرع تكليف الشرعي باعتبار هو الإمام باعتبار هو الإمام وهي العالمة الغير معلمة في أدق التفاصيل تسأل الإمام أنه ماذا نفعل كيف نفعل كيف نتصرف الرجوع إلى الإمام في هذه الحالة هذا بحد ذاته يمثل قمة الثبات والصبر على المصيب أنه ما لهتها المصيبة ولا هذه النار المشتعلة بالخيمة ولا غيرها عن أداء تكليف الشرعي في ذلك الوقت والآن النساء والأطفال جوعة بهذا الجو ويجي بعض الناس ينقهر على هالأطفال هذول فيجيب شيء من السكر والخبز يبدي يعطيه للأطفال تأتي السيدة زينب سلام الله عليه في هذا الموقف تستخرج هذه اللغة لماذا؟ لأنها صدقة ونحن نراعي الأحكام الشرعية في أصعب الأوقات أصعب الأوقات وسيدة زينب بدقة تتعامل مع الأمور بدقة جدا من ناحية الشرعية من ناحية ترتباطها بإمام زمانها من ناحية العقائدية وهي مدرسة متنقلة ولذلك الإمام زينب عابدين كان متعجب أن يرى السيدة زينب تصلي من جلوس فقالت يا عم أن الضعف قد أخذني لأن كانت تعطي هذا القرص الوحيد الذي يعطى لهم في اليوم الواحد إلى الأطفال مضحية طيب سمح شيخ الأجواء الخاصة بما بعد عاشوراء قد تكون معروفة عند المشاهد الكريم بما يرتبط الذهاب إلى الكوفة والخطبة الرائعة وكذلك الانتقال إلى الشام ولكن المرحلة التي نحتاج أن نصل تضع عليها مرحلة ما بعد العودة إلى المدينة بعد أن مروا بهذا الطريق وأن مروا بهذه الظروف القاسية قضية العودة إلى المدينة والأجواء الخاصة بالمدينة والدور السيدة الزينب في هذه الأجواء مع العيال مع الإمام زينب العابدين وهو الذي لم يكن في حالة جيدة من ناحية التحرك وضغط الحكام عليه هذه الأجواء نحتاج أن نصل تضع عليها أستاذ علي أنت أشرت إلى أهم مرحلة في حياة السيدة الزينب واللي للأسف من ركز عليها دائما الإمام زينب عابدين أكرواي عندنا الإمام الباقر يذكر أنه والدي الإمام زينب عابدين اتخذ بيتا من الشعر في الصحراء عدد السنين بعد شهادة الحسين سلام الله عليه مخافة مخالطة الناس لا يريد أن يلتقي بالناس كثيرا لماذا؟ بني أمية يطالبون برئس الإمام زينب عابدين آل الزبير في مكة والخوارج في اليمامة الأزارقة ذولا كلهم أعداء جو معادي إضافة إلى أنه أهل المدينة لم يكن ذاك الجو مع أهل البيت سلام الله عليه هناك نصوص تذكر أنه ولاءهم لأهل البيت ولاءهم لناس في المجمال نعم وسط هذا كله الإمام زينب عابدين سلام الله عليه لو لاحظ أنه الإمام الحسين ما جعل الوصايا والمواريث مباشرة إلى الإمام زينب عابدين أعطى جزء منها إلى أم سلمة جزء الأكبر قبل خروجه و جزء الآخر كان عند السيدة فاطمة بنت الإمام الحسين سلام الله عليه سلام عليها وكان كأنه ميلي ديشير الآن إلى أن هذا الإمام حتى لا يقتل لأن كان المشروع أنه يقتل كل ذريات الحسين لا تبقوا لأهل هذا البيت من باقية علي الأكبر لتلاحظ طريقة قتله لأنه كانوا يعتقدون أن هذا هو الإمام لأنه الأكبر بالضبط فقالوا نقطع هذه ولذلك ابن زياد قال أولم يقتل الله علي مستغرب مستغرب وأرى قتله اللي حافظ عليه الآن السيدة زينب هذا الدور تمام الآن بحاجة إلى الحفاظ على الإمام طوال فترة خمس سنوات من الخطر من سنة واحد وستين إلى سنة ستة وستين سبعة وستين للهجرة هذه أخطر مرحلة كانت على الإمام زينب عابدين ولذلك كان يتخفى الإمام عن الناس بحيث تذكرنا النصوص أنه الواسطة اللي كانت بين الإمام وبين الخواص من شيعته هي السيدة زينب سلام الله فكان ما ينسب من علم لزينب هو بالحقيقة شنو؟ علم الإمام زينب عابدين يعني أغذت تتصدى للأمر أمام الناس أنه يجون أسئلة فقه شريعة أي مشكلة كانت السيدة زينب هي اللي يتحلها في المدينة وكانت تذهب إلى الإمام زينب عابدين تأخذ منه ما تريد من العلم وتبثه إلى الناس هذا كان أهم دور للسيدة زينب سلام الله أن تحافظ على الإمام السرية الآن للإمام زينب عابدين لأنه رأسه في أي ساعة يكون فيه خطر حياته فيه خطر والسيدة زينب حافظت على هذا الكيان حافظت عليه في كربلا أرادوا قتله حافظت عليه في الكوفة أرادوا قتله حافظت عليه في الشام لما أرادوا قتله وحافظت عليه في المدينة لما أرادوا قتله خصوص إذا نعرف أن هناك نصوص ما تقول أنه بعد سنة من شهادة الحسين توفيت بل هناك من النصوص ما تشير أنها توفيت سنة خمسة وستين للهجرة يعني بعد أربع سنوات من شهادة الإمام الحسين سلام الله عليه و لذلك نقول أن السيدة زينب كان له الدور الأساسي في حفظ منظومة الإمامة لأهل البيت في التسعة من ذرية الحسين سلام الله عليه و إلا لو لم يكن الإمام زين عابدين لما كان البقية من الأئمة سلام الله عليه و كان حتى الإمام الباقر قد يكون في خطر أيضا في نفس الحالة و ما كان هناك تقبل لإمامة مبكرة للإمام الباقر سلام الله عليه فبالتالي هي التي حافظت و لذلك نقول نحن اليوم ندين بالفضل لسيدتنا و مولاتنا زينب الكبرى بكل ما وصل إلينا من الشريعة أحسنتم و جدتم سمح الشيخ تقوى الله منا و منكم ما قدمناه هذا القليل في دقائق بحق السيدة زينب سلام الله عليه جزيتم خيرا جزاكم الله عليه و خير و أحسنتم و الشكر موصول لكم لكادر قناة كربلاء و القناة كربلاء الفضائية على إتاحة هذه الفرصة جزيتم خيرا مشاهدنا كرام ملتقانا إن شاء الله في حلقات قادمة برنامج سيرة و مسيرة إلى ذلك الحين نستدعكم الله السلام عليكم و رحمة الله و بركاته موسيقى